سؤالي الأخير لك في وسط كل هذا المأساة على وشك الانهيار سؤالي الأخير لك إلى مدى تعاولون اليوم على شركاء لبنان الدوليين للخروج من هذه الأزمة الحالية ربما تقديم المساعدات شركات تصب في مصلحة لبنان أنا بدأت شكرك حقيقة لأن صلب الموضوع لإنقاذ لبنان بيوقع بهالخاني يعني هو موضوع الشركات هو موضوع الشركات وموضوع المجتمع الدولي وأنا قلت اليوم طليعة طليعة خطة الطوارئ رأس الهرم بخطة الطوارئ إذا فيه فعلا مسؤولين بيهمهم هالبلد من نوجر كلهم إحنا ما نحط إيدنا بإيد كل مين بيهموا البلد أول شيء يجب أن يعملون بخطة الطوارئ اليوم ينتخبوا رئيس جمهورية لأنه ما حدا قابضنا بلا رئيس جمهورية بدكن المجتمع الدولي اليوم اللي ما بقلنا غيره لخلاصها البلد لأنه اليوم أنا بقلك إذا نقطع الفيول وما أجد دولة مثل دولة العراق الشقيقة الكريمة أو دولة أخرى مثل قطر أو المملكة العربية السعودية قالوا يا لبنان ما تعتلهم نحنا حنأمن لك الديزل المطلوب لتقدر تواجه هالعدو لتقدر تواجه شعبك وتقدر تأمن الحد الأدنى من كرامة المواطن اللبناني اللي هو طبابته أكله شربه هما عم نحكي بعد بشية فوق الموضوع عم نحكي الحد الأدنى أنه أمنه كهربته بملاجئه وطعميه لبان ما تشوفوا كيف تكون تحلوها للمعادلة اللي بدا تنحل عبر اتفاق عم ينطبخ بالكواليس الدولية بس اللي عم يطبخوا نفسهم بالكواليس الدولية بدهم يقفوا حد لبنان بس إذا لبنان لا في رأي جمهورية ولو عم يعطي ثقة للمجتمع الدولي وما في غير بيوصل رسائل سلبية وما حدا يقول أنه نحنا عم نساهم بالزيادة قلة الثقة بالعكس هنا لما بيسمعونا عم نحكي هيك بيقولوا فيه وعي فيه وعي أنه فيه خطأ وبالتالي إن شاء الله يصلحوه لأنه إذا المجتمع الدولي اليوم ما ساعد لبنان أنا بيقولك هيدا عم نحكي لا قدر الله صارت حرب بموضوع الإمدادات الفيول أو الديزل المطلوب للبلد بلشت تجينا الطائرات المواد الطبية بلشت توصل يعني من أسبوعين صار واصل طائرتين تقريبا إذا هولي ما إجوا عنا مشكلة صمود عم بيحكي كأهل بلد وكشعب عنا مشكلة صمود كدولة فيه مشكلة جدية يا أما بدنا نرفع السقف وفعلا ندور هالعالم اليوم لنحيد مش نحيد لنحمي لبنان ونحصن لبنان يا أما مننضل عادينا عا كراسينا عم نقول يا ويلي شو بده يصير وشو بدنا نعمل أنا هيك شايفة اليوم عادينا عم نصلي عم نصلي ونقول إن شاء الله ما يصير شيء على أمل يعني أن يكون هناك حلول يعني نضعو يعني الرجاء للبنان يعني بانتخاب رئيس جمهورية يعني وعدم قيام هذه الحرب لأنه سوف يكون هناك فعلا مأثار حسب وطرول يعني تدعيات كارثية رغم إنه أنا بقلك عم بيصير حركة ديبلوماسية قوية بس كمانة أنت اليوم ما فيك اليوم لما عم تحكي سياسة وديبلوماسية على نطاق اتفاق دولي عم بيصير مش متل ما تعمل جولاتك ولا تجيبي مساعدات هاي دي بدك تكون أنت كل هالحركة ديبلوماسية أول شي فيه جزء من المجتمع الدولي عم يشتغل معاك وجزء بيشتغل ضدك أنت لازم تكوني بايدة الإبان كدولة لتلاقي الحل الأنسب لتحمي بلدك نحن منتأمل أنه نوصل العمل الدبلوماسي والعمل السياسي والاتصالات اللي عم تصير أنه فعلا نحمي ونحسن لبنان مش بس ندل ناخد وعود بتأجيل الحرب أو توسيع أو تضييق الضربة بدنا نحن نحسن لبنان ويكون جزء من الاتفاق الإقليمي ما يكون الحلق الأضعف ويدفع هو الفاتورة الغالية هاي اللي في خوفك منه